ينضم إلينا من القدس المحتلة فراس ياغي الكاتب والبحث السياسي أهل بك معنا سيد فراس ما هي تبعات هذه القرارات الأخيرة لحكومة إسرائيل بحق الحكومة الفلسطينية يعني مساء الخير أولا إلى كل المشاهدين هذه مخطط من الحكومة الإسرائيلية بشكل تدريجي من أجل إنهاء السلطة الوطنية الفلسطينية الهدف هو العمل على تقويت دور السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية وبالتالي نخلق نوع من الفوضى في الضفة من أجل أن تفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق جيم وأن لا تجد هناك نظام سياسي فلسطيني قادر ومتكامل على مواجهة كل هذه المخططات وعلى الاهتمام بالسكان الفلسطينيين خاصة أن هذه الاقتطاعات الكبيرة التي تحدث عنها دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيي اللي هي أكثر من 2 مليار شيكل فقط للأسر الشهداء تحدث أيضا عن 61 مليار في المي والكهرباء والصحة ومليار من ضريبة المغادرة من على الجسر و350 مليون شيكل يأخذون سنويا من جمع المقاصة الفلسطينية هذه أموال فلسطينية وليست إسرائيلية وبالتالي هم يحجبون الأموال الفلسطينية عن الفلسطينيين مخالفين بذلك كل الاتفاقيات لأن هدف هذه الحكومة بالأساس هو تقويض وإنها دور السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة أن برنامج هذه الحكومة واضح فهو يتحدث عن الضفة الغربية والقدس كحق حصري للشعب اليهودي وبالتالي لا ينظر إلى الفلسطيني ولا ينظر إلى ممثل الشعب الفلسطيني ولا في باله مفهوم السلام وعملية السلام ومفهوم الدولتين يا سيد فراس الآن ما هي الخيارات أمام حكومة اشتايا؟ الخيارات أعلن عنها السيد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح فيما كان مطول وتحدث عن أهمية الوحدة الوطنية وعن ضرورة أن يأتي الجميع إلى منظمة التحرير خاصة حركة حماس والجهاد الإسلامي وأن تعود الجبه الشعبية أيضا إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والاتفاق على أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني 350 عضوا بحيث تجري الانتخابات حيثما أمكن بهذا الخصوص والاتفاق على السابق ومن ثم وضع خطة كاملة من قبل قيادة منظمة التحرير لمواجهة هذه الحكومة هذه الخطة تستند إلى المقاومة الشعبية الفلسطينية واستخدام كافة أساليب المقاومة في مواجهة الاحتلال والذهاب إلى المحاكم الدولية والذهاب إلى المؤسسات الدولية وأيضا التنصيق مع الأشقاء العرب وعبر الجامعة العربية للضغط على المجتمع الدولي من أجل الضغط على هذه الحكومة ومنعها من الاستفراد بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبنظمة التحرير والشعب الفلسطيني ومنعها من تنفيذ برنامجها الذي يهدف إلى حسم الصراع ما أعلنت حكومة نتنياهو هو باتجاه حسم الصراع بشكل كامل من حيث التقسيم المكاني في الأماكن المقدسة ومن حيث ضم مناطق جيم في الضفة الغربية هذا ما يمكن أن يفعله الشعب الفلسطيني ولكن علي أن أقول كلمة مهمة أن هذا الشعب الفلسطيني لن يساوم ولن يرضخ ولن يرفع الراية البيضاء ولن يستسلم فهو سيبقى يقاوم هذا الاحتلال حتى التخلص منه